وإلى سوق النفط حيث ارتفعت أسعار النفط وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي بعد عام تقلبت فيه الأسعار نتيجة شح الإمدادات بسبب الحرب الأوكرانية وضعف طلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم خام النفط ارتفع في مارس إذ بلغ سعر خام برينت 139 دولار و13 سنة وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 فيما تراجعت الأسعار على نحو سريع في النصف الثاني من العام الجاري بفعل مخاوفة من حدوث ركود عالمي